بتسمح لي يا كابتن ماهر برضو يعني في بعض الأسماء اللي الجمهوري ممكن يكون بيراهن عليها يا كابتن سيد عبد الحفيز ديسة يمكن كان معايا يعني في نفس اليوم اللي احتفلنا فيه ببطولة الدوري وكنا نكلم على مستوى بعض اللاعبين وانه في انتقادات من الجمهور الجمهوري تعرف في وقت كتير جدا ما بيصبرش وقال لك انه اللاعب اللي انت بتنتقده النهاردة ممكن يكون سبب في حسم البطولة انا من وجهة نظري البسيطة انه عندنا اربع لعيبة شايف انه هم وجودهم وفورمتهم ومدى جهزيتهم ممكن يفرقوا مع الاهلي في حسم البطولة افريقيا مروان محسن صالح جمعة كهربا حسين الشحات والاربعة ما كانوش في احسن حالاتهم الفترة الاخيرة يعني كهربا طبعا يقاف عشر مطشات الشحات عملية صالح مش جاهز ومروان في اوقات كتير ما كانش بيبقى موفق يمكن جيف مطش الجونة وابتدى يرجع تاني بس ما كانش برضو مروان اللي احنا عارفينه الاربعة دول لو حبيدتوا اجيه لهم رسالة تقول لهم ايه يعني حبدأ مروان مروان يعني بيعتبر من الهدفين الموهوبين في منتخب مصر النادي الاعلي الفترة اللي فاتتكة فيه لود كبير اوه عليه الساعات كده بيجي يحمل يعني مبارأة ومباريتين انت مش موفق فيها فلازم الناس يبقى عندها صبر بس على اولادنا يعني انا جمهورنا اللي احلي عنده الصبر ده لكن الساعات السوشيال ميديا بتبقى فيه عنيفة شوائي ضغط جدا على اولادنا فانا بقول لمروان انت من اللاعب المميزين جدا انت لعب محترم الفترة اللي جاية عندك فرصة كبيرة جدا من الشهر ده انك انت تقدر تسمع نصائح مستر فيلر تقدر تشتغل على الحاجات اللي نقصاق واخبالك الحاجات اللي فيها المساعدة المساعدة الحاجات اللي فيها تسجيل الاهداف انا شايف ان مروان ان شاء الله من ضمن العناصر حتفدنا بشكل كبير جدا فيه ان شاء الله بإذن الله بالنسبة لصالح جمعة طبعا من اللاعب المهوبين يعني مطلوب صالح الفترة ده انه يجهز بشكل كبير لانه صالح من اللاعب المؤسرة اللي احنا مستنينه بقنا فترة فصالح عودته مرة تانية ان شاء الله عندنا فرصة بشكل كبير جدا تتوقع ان فيلر يديله في المتشاط اللي جاية انا متأكد مثل ان فيلر حديله المباراة القادمة يعني كهربا طبعا بعد عودة الايقاف من المباراة الفترة اللي فاتت كهربا من اللاعب الدوليين المؤسرين بشكل كبير جدا ومحطة من ضمن المحطات اللي بنعتمد عليها بشكل كبير كهربا لعيب مؤسر ولعيب مهاري على اعلى مستوى وبرضا تجهيز كهربا في خلال المباراة اللي جاية يفري معانا في المباراة النهائية عندنا كمان محمد محمود من اللاعب اللي احنا محتاجين محمد محمود في نص الملعب بشكل كبير ان احنا نشوفه مرة تانية اجاية في فترة ضرب او فترة هبوط يحمل زي ما قلتلك كل ملعب يلعب كتير ساعات بيجي عليه فترة كده بيحس بالملع حس بالهمدان فا اجاية محتاجين احنا رياحه بس نتمنى ان الفرقة تاخد نفسها خلصنا عدد كبير جدا من الضغوط اللي يمكن إلى حد كبير كانت برضو مؤسرة زي ما قلت حالكم على اداء الفريق بتوقع ان احنا نشوف الفترة اللي جاي اداء ممتع نشوف مستويات اللعيبة هتكون احسن وان شاء الله بإذن ذلك كل فترة تكتمل فيها جهازات النادي الاهلي للأهم وهو قبل نهائي افريقيا بشكرك شكرا جزيلا كابتن ماهر همام شرفتنا ونعرتنا في السادسة وفقراتنا مع حضراتكم متواصلة زميلتي سارة محسن مع كابتن محمود سمير في السادسة بعد الفاصل اشتركوا في القناة